اشتركوا في القناة القمر طبعا رح يتنقل اليوم بين الحوت والحمل هو موجود في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح ينكذ فيها حتى تمام ساعة ثمانية وثلاث دقائق صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والإصلاح أو الصلاح طبعا الزاوية اللي رح تتشكل الوحيدة ما قبل خلو المسار هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون فيه تمام الساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف الليل نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية أما بالنسبة لخلو المسار فطبعا خلو المسار رح يكون ساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة 48 و44 دقيقة صباحا وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا في عنا حدثين في أثناء فترة خلو المسار رح يصير أول واحد اللي هو كوكب عطارد اللي رح يتراجع من العقرب ورح يرجع تراجعا للميزان الساعة 31 دقيقة فجرا ورح يستمر مكوته في مرج الميزان لغاية يوم 3-11 لغاية الساعة 45 و49 دقيقة مساء وهاي الفترة حكنا أنه التراجع للعطارد هو إجمالا بيعمل تشويش على حركة الاتصالات والمواصلات وبتزدحم الطرقات وبتتعطل المركبات وبتقع حوادث طرق أكثر من المعتاد بتضيع حاجيات في البريد أو بتأخر وصولها منشعر أيضا بتشويش في أفكارنا ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة وغالبا ما بتكون أو بتكون يعني غير متزنة فترة تراجع عطارد هي فترة سيئة لاتخاذ أي خطوة جديدة لها أبعاد مثل خطوبة أو زفاف أو افتتاح مشروع جديد خلال هاي الفترة ما بتستقر الأسهم في البورصة ومعها أيضا أسعار العملات تتغير بشكل مفاجئ من سعر أدنى إلى سعر أعلى أو بالعكس دون سابق انذار أما بالنسبة للتحذيرات اللي رح نحذرها للأبراج من وجود التراجع اللي رح يصير في الميزان الحمل طبعا من أمور إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وما بين الأزواج الثور بالصحة والعمل ديروا بالكم على صحتكم وعلى عملكم الجوزة في العلاقة مع الأحبة وعدم المبالغة في تجربة الحضوض السرطان في الأمور البيتية والعقارية والعائلية والعلاقة ما بينكم بين الأزواج أو ما بينكم بين الأبنات أو أفراد العائلة وبعض الأعطاء البيتية الأسد في العلاقة مع الإخوة والجيران والسفر بالسيارة بدهم يكونوا حاذرين العذراء من الناحية المالية لأنه ممكن تحصل نفقات سريعة أو مصريف زيادة أو دفعات أو ظروف تجبرك على دفع بعض الفلوس الميزان عليهم ضبط أعصابهم أكثر أثناء تصريف أمورهم العقرب بدهم يحذروا من مؤامرات تحاك إلهم وراء الكواليس أو من وراء الكواليس القوس في العلاقات مع الأصدقاء وسوء التفاهم الجدي في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل ادلوا في السفر والمواضيع القضائية والحوت بالأموال المشتركة أما الحدث الثاني وهو كوكب الزهرة اللي رح ينتقل للميزان رح ينتقل ساعة واحدة و 41 دقيقة فجرا برضو بتوقيت جرينيش كوكب الزهرة المسؤول عن الفن وعن العاطفة والمال والجمال بينتقل كوكب الزهرة في ساعات الفجر ورح ينتقل من العذراء للميزان ورح يمكت فيه حتى ساعات ما بعد ظهر يوم 21-11 خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير إيجابي على المظهر الخارجي لموليد الميزان وينجذب لهم أفراد الجنس الآخر بيستفيد معهم عاطفيا موليد الأبراج الهوائية والنارية مثل الجوزاء، الدلو، الحمل، الأسد، القوس كذلك كل شخص تواجد الذي بيساعة ولادته الزهرة في الميزان بيكون رومانسي متزن بيحب الحاجيات الفنية والجميلة أما بالنسبة للحظ اللي بدعمهم طبعا أو إيش تأثيرات وجود الزهرة في الميزان على جميع الأبراج الحمل طبعا الشراكة في العمل أو في الزواج زي ما حكينا اللي بتكون تنتبهوا منه من عطارد ولكن العطارد تأثيره رح يكون على أول عشرية من آخر عشرية عفوا من الميزان والزهرة رح يكون تأثيرها وقوتها من بداية الميزان يعني رح يكون في تضارب في الأشياء مع موليد الميزان يعني أول الميزان بعدين العشرية الثانية بعدين العشرية الثالثة بيكون انتهى تراجع عطارد لأنه تراجع عطارد زي ما حكينا لأيوم ثلاثة إحدى عشر ولكن تراجعه رح يكون على درجات معينة اللي هي تقريبا خمس أو ست درجات من البرج فعشان هيك آخر موليد الميزان آخر موليد البرج هم اللي بتأثروا أما الإيجابية فأول موليد البرج في البداية بتأثر وبعدين لآخر موليد البرج فالحمل بيأثر على الشراكة في العمل أو في الزواج والارتباط وبعطي فرص للارتباط لموليد برج الحمل الثور عمل مع تحذير من ارتفاع الوزن بدهم يديروا بالهم قابلية لزيادة الوزن عندهم الجوزة حظ عاطفي ومالي وفرصة للحمل للنساء السرطان استفادة من العقارات والعلاقات العائلية الأسد سفروا اتصالات وتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران العذراء مكاسب مالية الميزان فرصة عاطفية ومالية واهتمام بالنواحي الفنية العقرب تعامل مع مؤسسات أو شركات كبيرة القوس نشاط اجتماعي الجدي في مجال العمل الدلو في السفر والاتصالات والقضايا القضائية الحوت في مال بيجيهم من شراكة طبعا القمر رح يستقر زي ما حكينا في الحمل الساعة ثمانية وأربعة واربعين دقيقة صباحا وتأثير القمر على جميع الأبراج عند انتقاله في ساعات الصباح في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومن مكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومن بادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وقد نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها ممكن ان نفتقد دبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك ويمكن شراء ورقة يا نصيب ولكن انا ما بنصح فيها لانه الزوايا كثيري والتراجع تبعه طارد بهدب ومبرضو امكانية ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما اما بالنسبة الزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية تقابل سلبية رح تصير بين القمر والزهرة فرح تكون فيه تمام ساعة انتين وثلاث وثلاثين دقيقة ما بعد العصر او العصر اكثر المتضررين منها اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية اذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود بالحمل المعنى تخلوه المسار القادم رح يكون يوم ثلاثين عشرة ورح يبدأ في تمام الساعة اربعة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وثمانة عشر دقيقة مساء لا ينتقل الى الثور اما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب اتنعشر يوم في تمام الساعة واحدة وثمان دقائق بعد الظهر بيصبح ثلاثة عشر يوم نسبة الاضاءة خمسة وثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل حتى يوم ثلاثين عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في العقرب ومن ثم الى الميزان بيتراجع تراجعا حتى يوم ثلاثة احداش مزاجه منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في العذراء ورح ينتقل للميزان حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجه سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداش مزاجه طبعا مزاجه منتحس بنسبة خمسة وثلاثين في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش مزاجه منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اتناعش مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم اربعتاش واحد مزاجه منتحس يعني بنسبة توصل لعشرة في المية نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج أي متقلب ما بين السعادة والنحوس طول اليوم بلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل التعم سيطر عليكم حتى ساعات الصباح بتكن تنتبهوا لغذائكم و لعملكم وما تهملوا صحتكم من ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعدلكم نشاطكم المفقود ولكن بسبب سلبية القمر خلال هذا اليوم أو الضغط اللي رح يتشكل على القمر يعني ممكن شوي هيك الضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق وفقدانك للثقة بالنفس بجعلك مزاجي ومتقلب طبعا بالنسبة للمريخ برضو العصبية بتأثر عليكم بشكل كبير وخصوصا اللي هم زي ما حكينا موليد العشرية الثاني هم أكثر ناس بدهم يضبطوا أعصابهم من الانفعالات والعصبية وهيك والتهور في بعض المسائل أما بالنسبة طبعا للعطار زي ما حكينا النزاعات وخلافات بتكون في أمور إلها علاقة بالشراكة أو مع زوجتك الزهرة فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقة مع الشركاء يعني هاي العطارة لموليد اللي هي العشرية الثالثة هو التحذير لإلهم الزهرة بتعطي الأفضلية لموليد العشرية الأولى من برج الحمل عشان هيك هاي فترة مناسبة لهم زي ما حكينا للسعادة الزوجية وتحسين العلاقة مع الشركاء وهذا الوقت مناسب لأمور إلها علاقة بالارتباط أو تطوير علاقة ما أو شراكة بتكون منتجة أو تصفية خلافات بتكون بشكل ودي برج الثور طبعا بيظل النشاط وارد لغاية ساعات الفجر أو لغاية ساعات الصباح بتنشطه في ساعات اللي هي في هاي ساعات ما بينك وبين الأصدقاء أو بالدعوات أو بالاتصالات أو بتعزيز العلاقة مع الأصدقاء في ساعات الصباح طبعا بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر بيصير انتقل للحمل يعني لبيت متاعبكم بتميل لتضخيم الصعوبات حاول أنك تكون أكثر واقعية وأنك برضو تشحن نفسك بطاقة وتستعيد ثقتك وحبك للحياة أكثر المريخ طبعا بيخلي العصبية أكثر وبعطيك نوع من أنواع الفضادة في بعض الأوقات وبطريقة تعاملك مع الآخرين عطارت بيأثر على موليد العشرية الثالثة تحديدا بيسوي توتر في العلاقات مع الرفقاء بالعمل وإحذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل الزهرة تعطي موليد العشرية الأولى وجزء من الثانية الفترة هذه تعطيهم نوع من أنواع الإنسجام مع رفقائهم في الوسط المهني وبتتمتع بصحة جيدة أما بالنسبة للشمس فمزالت تعطي على العامل الاجتماعي قدرة عالية جدا وعلى أمور إلها علاقة بالتوطيد العلاقات العاطفية ما بينك وبين الأزواج أو تطوير علاقة لمرتبة الارتباط أو تحسين العلاقة الزوجية بشكل ما برج الجوزاء حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل ساعة الليل من ساعات الصباح يعني بصير نشاط اجتماعي أكثر ولقاءاتكم بالأصدقاء بتصير أكثر فممكن خلال هذا النهار يتوجه لكم دعوة إلى حضور حفلي أو مناسبة أو يكون عندكم مناسبة معينة تنشطوا بتحضير لإلها أو حتى أخبار أو لقاءات بتكون ممتازة الأهم من النقطة هاي الفترة هاي ممكن تعرضك لبعض خيبات الأمل بسبب بعض الأصدقاء بدك تدير بالك الفترة هاي برضو بزيد حبك للعمل أكثر وبتعطيك نوع من أنواع الجهود اللي تكافى عليها وهاي فترة مناسبة لتحسينات على المستوى المهني أو إنجازات على المستوى المهني عطارد بحذر موليد العشرية الثالثة تحديدا بجعلهم مترددين ممكن تسمع خبر غير صار من شخص قريب لا إلك والزهرة تعطي موليد العشرية الأولى من الجوزاء في هاي الفترة يعني بتعطيهم فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقة والمعاملات المالية أهم إش إنك تتجنب دخول في أي مواجهات أو جدال ما بينك وبين بعض الأصدقاء برج السرطان طبعاً بتظل الأمور كلها من ساعات الليل أو في ساعات الليل اللي بيتقدم لامتحان طبعاً هاي اللي بتقدم لامتحان اللي هم بالجزء الآخر من الكرة الأرضية اللي بتكون عندهم ساعات نهار اللي بتقدم لامتحان أو مقابلة اللي بدوا يستعد بشكل جيد أهم إشي في ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الإجتماعية ولكن ممكن تحمل لك شوية مشاكل على المستوى المهني بسبب ارتكاب بعض الأخطاء المريخ بيخليك شوية عصبي عندك نوع من أنواع الاندفاع اللي بدك تنتبه منه بشكل كبير الشمس بتمنحك تقدير الجنس الآخر وممكن تحقق بعض النجاحات أو الأرباح خلال هذه الفترة فترة مناسبة برضو لتسلية أو لهواية أو شيء فني أو تجميلي بدك تحذر من عطارد وخصوصا موليد العشرية الثالثة من السرطان هذه الفترة بتعمل نوع من أنواع إنها فترة محبطة على المستوى العائلي أو بتسبب لك نوع من أنواع التوتر بسبب سوت فاهم وممكن تتعرض لإرهاق عصبي الزهرة بتعطي موليد العشرية الأولى والثانية من السرطان حياة جيدة على المستوى المنزل بتكون ممتعة وفترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة خصوصا إذا بتشتغل في مجال العقارات أو التأجير أو التجارة أو حتى مكاسب ممكن تيجي دعم من أحد أفراد العائلة لا إلك طوعا من الآن ولغاية ساعات الصباح اتفحصوا حساباتكم المشتركة وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة من ساعات الصباح تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد خيالك بالفترة هاي شوي بيكون جامح ممكن يخلق لك بعض المخاوف الغير وقعية أو إنه ممكن يخليك هيك تتحسس من بعض الأشياء الأهم اللي عنده امتحان أو مقابلة من بعد ساعات الصباح بده يدرس ويستعد بشكل جيد طبعا عطارد بهدد موليد العشرية الثالثة من الأسد ممكن يسمعوا خبر سيء بيجعلكم مترددين أو متحيرين ممكن يدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء الأسرار كون حذر في كلامك أو في مراسلاتك أما بالنسبة للزهرة فهي بتدعم موليد العشرية الأولى من الأسد بتكونوا مريحين ولينين العريكة تتمتعوا بقدرة كبيرة على الإقناع وهاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب والإخوة والتنقلات والتجارة حتى على مستوى التجارة المحلية أهم شيء أنه بدك تدير بالك أثناء التعامل مع الغرباء وكمان بدك تنتبه في أمور زي ما حضرنا من الأيام الماضية أمور إلهالاتنا بالسفر أو التنقلات أو الامتحانات الجامعية فما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للشمس فهي ما زالت بتدعم الوضع العائلي أو الوضع المنزلي وبتكون الأجواء جيدة وفي نوع من أنواع التفاهم أو التواصل الجيد أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو على المستوى المنزلي يعني في نوع من أنواع الحضوض لصالحك على المستوى البيت أو العائلة برج العذراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة لغاية ساعات الصباح يعني من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن الأهم أن الفترة هاي يعني هيك بتخليك تعرف أو تعيش بعض المخاوف الوهمية عليك أنك تتجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بأصدقاء جيدين وتسلية نفسك أكثر الشمس صحيح أنها بتدعمك تعطيك دعم على المستوى البيت أو العائلة أو التقارب العائلة أو بتخلي شوي فيه أوضاع إيجابية موجودة عندك ولكن أنه ممكن تساعدك على بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأسفار أو التأليف أو التنقلات أو النشاطات الفكرية وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين لا إلك ولكن بدك تحذر منه عطارد وخصوصا موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا لأنه هاي الفترة بتصير العلاقات شوي متوترة ما بينهم وبين رفقائهم في العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء ما فيه آراءك أو أحكامك اتجنب توقيع الوثائق المهمة وحاول أنك أنت تقلل من مصاريفك لأن الفترة هاي بتكون فيها نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للزهرة طبعا بتدعم موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية فهاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة أهم شيء أنك تبعد عن أنك تكبر الأمور أو الأوهام في رأسك وما تقوم ببعض المجازفات لأنه هاي الفترة ممكن تتعرضك لبعض المشاكل في مكان العمل برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح أو مواصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا بأي عمل جديد من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء في شراكات العمل أو العاطفة أو ما بينكم وبين الأزواج بشكل أكبر بس بتكون تنتبهوا لصحتكم بشكل كبير لأنه شوي ممكن هيك تحس ببعض الطاقة الضعيفة وبدأت تراقب صحتك بتجدوا صعوبة في التواصل مع شركاكم أو مع أزواجكم ممكن نتميل للعزلة وعدم الاكتراث خلال هذا اليوم خصوصا أنه برضو المريخ بضغط على نقاط الها علاقة بالنزاعات في المنزل أو شقاقات مع الشركاء أو سوء تفاهم أو حدية ضبط الأعصاب مطلوب أثناء تعاملك مع أفراد العائلة عطارد طبعا زي ما حكينا أنه بأثر على موليد العشرية الثالثة من موليد برج الميزان عشان هاي الفترة هاي بتعرف فترة من الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة إنفعالك عليك تجنب اتخاذات القرارات المهمة أو أمور إلها علاقة بالتنقلات ممكن تسمع أخبار متناقضة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزهرة طبعا بما أنها يعني في البيت الأول عندك موجودة وخصوصا موليد العشرية الأولى والثانية بيزيد لطفهم أكثر ورقتهم وقيمتهم الاجتماعية وهاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية يعني حاولوا أنك تستغلوها بالتقارب والتقريب ما بينك وما بين الأحباء بالفترة هاي وتستغلوا كل إيجابياتها طبعا نحكي لكل الميزان إيجابيات الزهرة هاي لا تعوض برج العقرب طبعا بتظل العاطفة قوية عندكم لغاية ساعات الصباح بيتميلوا للتقارب مع أحباكم أو التجاوب معهم من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وتنتبهوا لعملكم أكثر طبعا تجدوا صعوبة في مكان العمل ممكن تشعروا ببعض الضيق ممكن تحس بأن الحض ممكن أنه تخلى عنك في بعض الأوقات برضو بدك تنتبه صحيح أن الشمس بتعطيك نوع من أنواع الحيوية وبتخوي وظيفة جهازك الهضمي بتعطيك يعني بتمنعك شخصية متألقة متفائلة صحيح أنه في يعني في أشياء معينة بتتسلط عليك خلال هذا اليوم ثقتك بالنفس أو نظرة الناس لإلك أو مساعدة لإلك بتيجي بأوقات أنت ممكن أنك تكون مش متوقعها عطارت بس هنا بنبه موليد العشرية الثالثة من العقرب بقولهم ممكن تتعرضوا لكلام بسيئلكم أو إفشاء أسرار أهم إشي أنك ما تهتم إله كثير يعني ما تعطيه الاهتمام أهم إشي أنك تراقب حالك بعيدة عن الأخطاء أما بالنسبة للزهرة طبعا بمأنها في بيت المتاعب هي بتميل لمساعدة الآخرين والتضحي والإثار بالفترة هاي أهم إشي أنه تدير بالك من الإصابات والالتهابات والجروح أو الحروق في ميدان العمل طبعا في سؤال أنه هل أنه هذا الإشي يعني أنا لو صار معي جرح أو التهاب أو حروق ممكن يجي مرة ثانية طبعا هذا الله أعلم أنت عليك تنتبه من هاي المسألة على أساس أنها ما تتكرر معك مرة ثانية إذا صارت معك واللي ما صارت معه هو اللي بدي ينتبه أكثر وخصوصا من الإصابات وأسفل الظهر والأمور اللي إلها علاقة بالالتهابات ككل برج القوس اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعات الليل لغاية ساعات الصباح وانتبهوا من أي خلاف أو نقاش أو حدية مع أفراد العائلة من ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتخلي علاقاتكم العاطفية جيدة ولكن أنت من الداخل بسيطر عليك أو بنتابك شعور بعدم الرضا وبتشعر بأن الآخرين ما بيفهموك بيزيد زي ما حكينا بالفترة الماضية أن الشمس ما زالت بتعطيك ميول للأمور الروحانية وبرضو بتدعمك في أمور إلها علاقة بالتضحية ولكن ده تنتبه من عطارد اللي بيأثر على موليد العشرية الثالثة اللي هو آخر خمس موليد من برج القوس هدولة بدهم ينتبهوا بعلاقاتهم أو علاقاتهم مع أصدقائهم لأنه هاي الفترة بتعرف بعض التوتر في العلاقات اللي ممكن تسبب لهم نوع من أنواع الخلافات الزهرة بتدعم موليد يعني القوس بتعطي الشغلات إلى علاقة بالمشاريع أو مشاريعك ممكن تتحقق بمساعدة أصدقاء أو أشخاص دون نفوذ أهم شيء أنه المريخ ما زال بيضغط على موليد العشرية الثانية وبيغلب عليهم سلوك العنف وبسوء تعاملك ولياقتك في علاقاتك العاطفية فعشان هيك بدك تكون حذر برج الجدي طبعا لغاية ساعات الصباح اللي بيقدم لامتحان بده يركز ويدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما في ساعات الصباح بتفضله الأجواء البيتية والعائلية والأمور اللي إلها علاقة بالبيت ككل أهم شيء أنه شوي تنتبهوا لأنه في بعض الأوقات الأجواء العائلية بتكون مشحونة والجو بيكون لا يطاق في المنزل يعني بممكن أنه شوي تفكروا منك وتهربوا حتى من البيت أو تتباعدوا عن أفراد البيت طبعا هذا الضغط رح يزيد فعشان هيك بدك تكونوا حذرين ما تخلقوا أي مشاكل إلها علاقة في البيت أما بالنسبة للشمس طبعا الشمس بتركز على نقاط اللي إلها علاقة تحقيق المشاريع أو أمني بمساعدة أشخاص دون نفوذ زي ما حكينا في الأيام الماضية المريخ برضو بيضغط على البيت لأنه برضو في الحمل هو وبيسبب نوع من أنواع العصبية وخصوصا لموليد العشرية الثانية بدكوا تحذروا من عطارد وخصوصا موليد العشرية الثالثة بتميلوا لإهمال مشاريعكم وممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة عليك التحلي بالصبر أما بالنسبة للزهرة فبتمنح موليد الجدي بتعرف الفترة هاي نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهاي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة إما بالزواج أو الارتباط من وسط طراقي برج الدلو من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعا بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات قدر المستطاع من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن الأهم أنه بتكون ديروا بالكم من توتر في علاقتك ممكن تكون مع محيطك ممكن تكون متقلب ما بيرضيك أي إشي وممكن ترغب في التهرب من الواقع في العمل أو العمل أو الدراسة تكون صعبة أو تتهرب من الدراسة فعشانيك منقول اللي عنده امتحام ده يدرسه يستعد بشكل جيد أما بالنسبة طبعا لعطارد فهو بيحذر موليد العشرية الثالثة من برج الدلو بدهم يحذروا من الوعود فقل ما يتم الوفاء فيها في هاي الفترة ويستحسن تجنب السفر وتأجيلها لوقت آخر وطبعا بدك تنتبهوا لأن المريخ برضو في نفس البيت اللي هو في الحمل فبتزيد عدوانيتك وبتسبب لك نوع من أنواع الخلافات وسوء التفاهم بدك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك في بعض الأوقات أما بالنسبة للزهرة فطبعا هنا شوي بتركز على نقاط جيدة رح تكون للدلو اللي بتعطيك نوع من أنواع السلوك الجيد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات وللمكاسب وللعلاقات وممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون وفود زي ما حكينا في الأيام الماضية أو ممكن تحصل على ترقية أو منصب أو حتى عمل جديد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح يعني بصير عندكو نشاط مع هيك بدكو تديروا بالكو ما تبادروا بعمل جديد واصلوا بس بإنجاز الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل من ساعات الصباح بتنهمكو بضبط ميزانيتكم وأموركم المالية ممكن تعرف بعض الصعوبات في ميدان العمل وترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور أو النفقات اللي لا طائل منها برضو شوي المريخ لأنه بضغط في نفس المكان فهي بتزيد من النزاعات خصوصا بعلاقاتك مع رفقاءك بالعمل أو رئيسك لسبب مالي وبدك تتجنب التبذير طبعا الشمس زي ما حكينا في الأيام الماضية تعطيك نوع من أنواع الذكاء وسرعة البديهة العالية وبتعزز نقاط لها علاقة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتكون متسامح متفائل تدعمك برضو على مستوى السفر والتنقلات وعلى مستوى الامتحانات الجامعية والعلاقات بمؤسسات تعليمية بتعطيك قدرة عالية ولكن بدك تنتبه يا موليد برج الحوت وخصوصا موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من تراجع وطارد اللي بيخلي شوي عندك الطيش وعصبيتك تكون عالية وممكن تسمع خبر سيء أهمش أنك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء أسفارك لأنه شوي بتضغط عليك وبرضو أثناء تصريف أمورك المالية المشتركة أو أموال الغير أما بالنسبة للزهرة فطبعا بتعطيك قدرة عالية جدا تستفيد من مكاسب عن طريق الزوج أو الزوجة أو شراكة أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني بمعنى آخر الإيجابيات موجودة ولكن عليك تنتبه من بعض النقاط السلبية اللي احنا ذكرناها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء